بسم الله والسلام على رسول الله المشرك نجدد نقول لكم مرحبا بكم متابعين نقول لكم دمتم اوفياء القناة ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بافضل و احسن حال اليوم جبت لكم نوع من انواع لساندويتش طريقة سهلة و بسيطة و مكوناتها متواجدة في كل بيت و نتيجتها اكثر من رائعة و كذلك راح نوري لكم طريقتي في تتبيل لزي سكالوب والبنة تحم لا تقاوم و يجوم قرمشين يعني نتمنى انكم تتابعوا الفيديو للاخير و تشوفوا الطريقة نحتاج في هذا الوصفة خمس كسان فارينا انتوما يعني كل واحدة تتقيد بالمقادير انتع العائلة انتاحها انا هنا راح نكيل بهذا الكيل و نحتاج كذلك الحليب نحتاج ملح خميرة الخبز و السكر هذا ما نحتاجه و نضيف لهم ملعقة كبيرة خميرة الخبز و كذلك ملعقة كبيرة سكر و نخلطهم كامل مع بعض و نزيد و نضيف لهم نصف ملعقة أكل ملح و نبدأ و نضيف الفارينا بالتدريج على ثلاث مراحل خمس كسان تقدروا تنقصوا في الكاس ولا تزيدوا في الكاس بلا حسب العائلة نخلط المكونات كاملة مع بعض حتى يمتزجوا و راح نتحصلوا عليها جينا تتلاسق نوعا ما هكذا نغطوها بمبابي فيلم و نخلوها تختمر يعني حتى يضعف حجمها كما راكم تشوفوا بعد ما اضعف الحجم تاحها نرشوا عليها شوية فارينة و نكسروا هذيك الخميرة و نرشوا بشوية فارينة و نديروا شوية زيت كما راكم تشوفوا نغمسوا الكورية في الحليب ثم في الججلان نغمسوا الوجه فارينة و نغمسوها مليح في الججلانية حتى تتغطى كامل و هنا كذلك تقدروا تديروا سينوج في بلاس الججلانية اختياري بعد ذلك رايحين نبسطوا هذك الكويرات بشكل طولي وهذا هو السمك تاحا و في حالة ما تلتسق كما هكا رشوا شوية فارينة على الرولو هكذا نكمل الكمية كامل و نرجع لكم بعد ذلك نغطوهم و نخلوهم يختمروا بين خمسة إلى عشر دقائق ما يحتاجوش وقت كبير من جهة ثانية نحطوا المقلة تسخن فيها الزيت و نقلوهم شوفوا كيف هجوا يعني يضاعف الحجم تاحهم وتجي نتيجتهم أكثر من رائعة يعني وصفة سهلة و اقتصادية و عندكم يعني الاختيار في الحجم او الشكل المخبوزات هذي تقدروا يعني تبدعوا فيها كما تحبوا هذا هو هذا هو شكلهم بعد ما طعبوا وهذا هو شكلهم بعد ما طعبوا شوفوا كيف هجوا و حمر و خفاف و فارغين من داخل نحل معكم محبا تشوفوهم شوفوا كيف هجوا من جهة ثانية رح نوجده ليزي سكالوب نقطعهم شرائح هكذا نحتاج ملح بابريكا كمون و فلفل أسود نحتاج معدنوس و الثوم و ثلاث بيضات و ملعقة صغيرة مطارد يعني هذو المارينات تعلز اسكالوب نضيف المكونات اللي ذكرناها نخلطهم جيدا وبعد ذلك نحط شرائح لزي سكالوب ونضيف لهم كذلك ملعقة صغيرة مطارد ونخلوهم مدة حتى يتشربوا هذيك المكونات بعد ذلك نحطهم في لاشابلور نغلفهم جيدا ونقلوهم في الزيت هكذا هذا هو شكلهم بعد ما طعبوا الآن نذهب لمرحلة لتحضير الصندويتش نبدأ ونحطوا المايوناز ونحطوا كذلك بطاطا مقلية والدجاج ورح نزينوها بالكاتشوب والمايوناز وهذا هو صندويتش في صحن التقديم زي انتم معا شوية الفخيت والكاتشوب تحبوا كذلك تضيفوا المايوناز ولا الهريسة لكم الاختيار لحقنا نهاية الفيديو ما بقالي غير نقولكم إذا عجبكم فيديو اليوم لا تبخروا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبرتاجوا لتعم الفائدة ونطلقوا إن شاء الله في فيديو جديد سلام شكرا